في عناوين النشرة عدو الجدار ونصير زيتون فلسطين زيادة بوعين شهيدا طلع ألز فروج فاسد هاتف أحميدي نجم المحكمة أعتقدت أن سيد أحميدي قال أن بطاقة السم قد تدمرت في الانفجار صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية بلد بمسلسلات طويلة ومضروبة في الانتاج تفتح الحلقة على سرد وتنتهي على سوالف وحكاية لا تصلح لأي زمان أقوى التمثيليات على الناس تذهب إلى جلسات انتخاب الرئيس العاطلة عن الكرسي منذ 200 يوم ولم يأتي من يضرب رتبتها سوى جلسات المحكمة الدولية وجرح الذكريات النازف لدى النائب مروان أحميدي وإذا كانت ساحة النجم ولاهاي بمثابة الحكم المؤبد على اللبنانيين وفي استطاعة المشاهد صرف النظر عن متابعته فإن أكثر المسلسلات ألماً الذي لا تعرف له مواعيد النهايات يبقى في ملف المخطفين ومعه لا يمكن إلا المتابعة الدقيقة لكونه يشكل قضية أخذت لبنان أسيراً وتفنيداً لهذه القضايا فإن الرئاسة رهينة جلسات الفراغ تدور وحولها لزم الموفد الفرنسي نفسه دوراً أكثر فراغاً ولا وظيفة لديه سوى فرنسة انتخاب الرئيس حتى لا يقال إن الإسلام السعودي والإيراني يفتي وحده بمصير الرئيس الماروني في الوقت الذي بدأ الرئيس تمام سلام زيارة لباريس افتتحها بسودوية وعجز منقطع الرئيس هذا الانقطاع سيستمر إلى العام المقبل وأولى محطات استكماله في جلسة السابع من كانون الثاني 2015 وفي حينه سوف تتكرر المحاولة وتفشل ويظهر سمير جعجع من معراب ليلقي باللائمة على حزب الله وعون جعجع تقدم إلى الرابي وقال إنه مستعد لزيارتها حافي القدمين لكن في استطاعته أن ينتعي لحذاءه ويخلع من رأسه طموح الترشح الذي أصبح كما بيروت من عجائب الدنيا السبع كل يدرك اليوم أن لا حل رئاسياً بلا ميشيل عون وإذا كانت الرئاسة بحد ذاتها لا تغوي قائد القوات كما يطرح فلماذا لا يذهب إلى الرابي ويهدي له بيانه الرئاسي للعمل وفق مقتضاه ويطلب تعهداً بالتنفيذ أو لماذا لا يجري تقاسم الرئاسات بين الأرقام السياسية مدام البلد قد أسس على نظام قطعة الجبنة والبداية من حيث التخصيب بالدم من شهيد زيتون فلسطين وأول مقاومي جدار العزل زياد أبو عين عين الأرض المحتلة وقلبها تغتاله إسرائيل وهو ممسك بغرسة التفاصيل في تقرير مراسلنا نزار حبش في عملية اغتيال جديدة استشهد رئيس هياتي مقاومة الجدار والاستطان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الوزير زياد أبو عين بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال بالضرب وبرش كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع وذلك في بلدة ترمس عية قضاء رمالة لن نسامحهم ولن يذهب دم أبو طارق هدرا سنستمر في فعالياتنا وفي نضالنا وفي تظاهراتنا في كل المواكع الرئاسة الفلسطينية أعلنت الحداد الرسمية في فلسطين على مدار ثلاثة أيام في حين أعلنت قيادات فتحوية وقف جميع أشكال التنصيق بين السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني وسط دعوات لمحاكمة قادة العدو على جرائمهم الرد عليهم يجب أن يكون بتصعيد هذه المقاومة الشعبية وجعلها انتفاضة شعبية حقيقية في وجه الاحتلال الرد يجب أن يكون بتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل والرد الفوري المطلوب الآن رسميا توقيع ميثاق روما وأخذ إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية ونشط الشهيد أبو عين في تنظيم المسيرات الشعبية على الأراضي الفلسطينية المصادرة الأمر الذي اعتبره مراقبون ضربة للمقاومة الشعبية الفلسطينية المنتشرة في معظم محافظات الضفة الغربية بوجه الجدار العنصري والاستطان وكشف أبو عين بعد توليه منصب رئيس هيئة الجدار والاستطان مجموعة من المخططات الإسرائيلية لتقطيع أوصال الضفة الغربية وكان قد خصص لقناة الجديد مجموعة من المقابلات السابقة لفتح الانتهاكات الإسرائيلية إطلاق اليد والعنان لكل الشعب الفلسطيني بالقانون وبالدعم وبالإسناد وبالدعم الحكومة الرسمي لخرق كل القوانين الإسرائيلية الجائرة في الأراضي الفلسطيني المحتلة من خلال تسجيع المقاومة الشعبية وإسنادها وكذلك إسناد كل المشاريع التي تتصدى وتمكن أن الإنسان الفلسطيني من الثبات على أرضه وتصدي للمشروع الاستطاني والتوسع في الأرض المحتلة ويشار إلى أن الشهيد أبو عين هو الشهيد رقم 2265 على أيدي قوات العدو منذ بداية عام 2014 هي ضريبة السلام إذن عشرون عاما من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي خاضتها حركة فتح مع العدو الصهيوني لم تمنع أصغر جندي إسرائيلي من اغتيال كبار قادة حركة فتح وأمام ذلك يبدو أن التصعيد الميداني في فلسطين هو سيد الموقف من داخل مجمع فلسطين طبي في مدينة رام الله نزر حبش قناة الجديد إقفال مطعم ألز فروج في القبة ومعامل لبني في البقعة إذا ألز فروج طلح فاسد كيف الفروج يلي مش لذيذ هكذا علق بعض من سمعوا بإغلاق محل ألز فروج في منطقة القبة في طرابلس بناء على إشارة نيابة العامة الاستئنافية في الشمال أقفلت قوى الأمن الداخلين محل بشمال أحمر بسبب إصابة عدد من المواطنين بحالات تسمم بعد تناول الطعام منه لقوا بالصندوش ممكن غزيرة أو شيء الله أعلم ما بعرض لقوا بالأكل شيء لقوا باللفة شيء ما أعلم بس من المبدأ كلمني بشتري من عنده أنا شو بيبيع بيبيع صندوش بيبيع فريريج بيبيع كل شيء بتغدى عنده وتعشى عنده وعنده كل شيء يمضيف حتى إجوا تليفزورة كشفت عنده قلت له مية بالمية أنت صالح وقال لي بس أقول له بس بدك جيبه أطفائيات تنتين دقال لي دقال لي وجبت له أطفائيات وكله فاته عن مطبخ والأحسن منها كل اللي عام تشكر من أكلته هكذا كان رد فعل من عرف بالخبر من رواده لكنهم لم يعلموا أنه بعد شراء عائلة صندوشات تسمم عدد من أفرادها وأدخلوا إلى المستشفى وكان قد تبين لهم في أثناء أكلهم أن داخل إحدى الصندوشات عن كبوتا مشويا فما كان منهم إلا أن أرسلوا الصور إلى المعنيين وجرى على الفور إغلاق المحل لعل التبرير سيكون أن العنكبوت هي من ضمن الوصفة السرية في جعله فعلا ألذى فروش وفي البقاء طلب وزير الصحة وأبو فعور إلى وزارة الداخلية إقفال معمل مصطفى الشموري للألبان والأجبان في منطقة المرج بعدما تبين وجود ألبان وأجبان غير صالحة للاستهلاك وأن المعمل في حال سيئة كما طلب إلى القضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة أبو فعور طلب كذلك إلى وزارة الداخلية إقفال مستودعات شام مارت في برلياس لقيامها باستيراد مواد غذائية وتعليبها من دون ترخيص وتزوير تاريخ صلاحية المنتجات وهي فاسدة وأحل الملف على المدعي العام التميزي القاضي سمير حمود لاتخاذ الإجراءات المناسبة نصحنا بأن لا يبقى في لبنان الدفاع يواصل سؤال النائب الممدد مروان أحمدي في شأن شهادته أمام المحكمة الدولية وأعتقدت أن سيد أحمدي قال أن بطاقة السم قد تدمرت في الانفجار هذا ما ظنناه أيضا وهذا ما قاله بلسانه النائب الممدد مروان أحمدي في جلسات سابقة وهو أن هاتفه الخاص والشريحة المرفقة به دمرت تماما في محاولة الاغتيال التي تعرض لها في الأول من تشرين الثاني عام 2004 لكن محامية الدفاع أنتوان قرقماز فاجأ أحمدي والمحكمة بكشف تفاصيل من دات الاتصالات تظهر أن رقم أحمدي بقي يعمل على الرغم من ادعاءات أحمدي من خطك أنت من رقمك في الثامن من تشرين الأول أكتوبر 2004 إلى هذا الرقم لا شك من أنني لم أكن في وضع يسمح لي باستخدام هاتف ولا إرسال رسالة نصية قصيرة من كان يعبث بهاتف أحمدي إذن؟ وماذا سيقول أحمدي الشاهد الذي أصر غير مرة على ناعت محامي الدفاع بأنهم يدافعون عن قتله بالاستناد إلى اتهام مبني على دات الاتصالاته حين يعرف أن هناك شخصا ما كان يتحكم بهاتفه الشخصي من دون علمه هل تظن أن سيد حمدي قد يعرف اسم هذا الشخص؟ سيد كوركماس لا أعرفه ما ممكن أن أطرح عليه هذا السؤال هل تعرف السيد جهاد حسين العنان؟ السيد حمدي لا أذكر مثل هذا الاسم سيد كوركماس جهاد حسين العنان هذا هو الاسم الذي أعطاني إياه محامي الإدعاء البارحة سيد حمدي ربما كان دي موظفون باسم جهاد ولكن أذكر أسرة أو شهرة العنان أذكر كماس هذا الشخص كان يذكر في منطقة الحمرة سيد حمدي لا أعرفه سيدي علّ لحمدي المفاجأة كما هو مرجح فاتهم الأجهزة الأمنية السورية بالعبث بهاتفه بعدما أشرفت على التحقيق في محاولة اغتياله كل هذه الشكوك تستند إلى عنصر أساسي وينبغي وبما أنه تم عرض اسم وأعطاء اسم أمام هذه المحكمة هذا الاسم تم تبدله بينك وبين الإدعاء ربما ينبغي إجراء المزيد من التحقيق في هذا الإطار لأنه ربما في بقايا السيارة ربما أجهزة الاستخبارات السورية التي تحدثت عنها بالأمس وقلت أنها استولت على كامل التحقيق والملف لعلها هي أيضا أساءت استخدام هذا الرقم في هدف ولأغراض قد تلقي المزيد من الشكوك والذنب على موكلك عوضا عن تبرئته ولكن كان في جعبة قرقماز مفاجأة أخرى مفاجأة لم يتمكن حماده من إخفاء غضبه منها وبعد حشره من قبل محامي الدفاع حين تمكن من ربط اتصالات متقاطعة بين رقم حماده ورقم سامي عيسى وعيسى بحسب المحكمة ما هو إلا اسم كان يستخدمه أحد المتهمين بقضية اغتيال الحريري مصطفى بدر الدين نشير إلى أن الرقم 39558000 هو الرقم السيد الحميد الذي كان على اتصال بأرقام الهواتف الشخصية والتتابعية المنسوبة إلى سامي عيسى وما نراه بالخط العريض وبالخط المائل هي الأرقام ما بين رقمه وهؤلاء الأشخاص وما بين هؤلاء الأشخاص وسامي عيسى فقد لقيت اتصالات من آلاف الأرقام الهاتفية كوزير الاقتصاد وتجارة وأظن أننا نعمل بشكل عشوائي إن نظرنا إلى كل شخص يتصل بسامي عيسى وكان أنا في لقتي نفسي على اتصال بوزير الاقتصاد والتجارة أعتذر أنا هناك شاهد لا تضي أي سلطة في هذه المحكمة وأنا في تصرفكم حضرة القاضي ولكن هذا الأمر غير مقبول كل هذه المفاجآت لم تمنع محامي الدفاع من أن يحظى ببعض المرح مع حميده وتحديدا حين أظهر أمامه رسالة وجهها بنفسه في الصحيفة التي اتهم حميد النظام السوري بمحاولة إغلاقها تشيد وتبجل برئيس الراحل حافظ الأسد تقول وما معنى أن حزب البعث في الضمير العربي وفي القواميس العالمية أن الخبرة حزب البعث في سوريا الأسد شكلت تحولا في العالم في مجال الكرامة والقوة كما هو واضح يستطيع حميد المراوغة فيما يتعلق بإفادته لكن المحكمة أقل حظا من حميده وردا على مقاله حميد في جلسة الأمس أصدر وزير العدل السابق عدنان عضوم التوضيح الآتي ورد في إفادة النائب مروان حميد أمام المحكمة الخاصة بلبنان أمس أنني كنت وزيرا للعدل وقد هددته بالسجن ثم تراجعت عن ذلك أنني أجزم أن لا صحة مطلقا لهذا القول وهو قول لا يصدقه عاقل وأنني كنت بصفتي وزيرا للعدل حين ذاك قد اقترحت وانلت موافقة مجلس الوزراء على إحالة محاولة اغتيال الوزير حميد على المجلس العدلي وجرى تعيين قاض محاققا عدليا ولا يزال الملف بيده 25% من اللبنانيين مهاجرون و35% من البقية ينتظرون التأشير فرحة هذا الرجل بنيله تأشيرة هجرة من لبنان إلى إيطاليا لا شيء يضاهيها كما يقول بعد معاناة على أبواب السفرات هذا المواطن اللبناني ليس وحيدا في بلد يعيش على وقع الأزمات والقلق الدائم على المصير ما دفع أكثر من 500 ألف إلى الهجرة منذ عام 92 حتى يومنا هذا ما يعد رقما كبيرا جدا قياسا على عدد السكان الذي لا يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة ولكن الأخطر أن النصف مستمر هل أن أقدم؟ أين؟ عالدنمار عالدنمار ليه؟ ولا يضي هونيك وأنا لا وحدي هون وبتعرف الأوضاع لا شغل ولا ما شغل وعم يترجوني لأيجي كنا لا أقدمت ولا حتى أقدم؟ أم بدي أقدم ليه؟ يعني بعد شهر الجاي إن شاء الله أه؟ أقدمت بكي يعني تاجم؟ لا مش هيك لأن شو فيها العيشة هون بلبنان أشي يعني خوف وألأ وهيك عفرنسا وجربت عغير بلاد؟ ما جربت مع غير بلاد هيدا أول حجرة ما أقدمه بدي أقدم عكندا بس بعد ما مصارت لي شو معك أنت دارس؟ ايه بعد جامعة الأيور غرافيك ريزان طب وليه ما تشتغل هون؟ ما فيش شغل بعد ما خلص لأنه مش قادر أكمل أصلاً لأخلص جماعته فبدي أشتغل لكمل مش عبلاحق بين اثنان صراحة الشركة الدولية للمعلومات أجرت دراسة موسعات تناولت الهجرة من لبنان في السنوات الأخيرة القسم الأول منها ارتكز على حركة دخول اللبنانيين وخروجهم من مطار بيروت لتخلص إلى أن أكثر من 500 ألف لبناني هاجر منذ عام 290 إلى عام 2014 أنه متوسط الهجرة بين العام 1992 و2010 كان بحدود 14.500 مهاجر سنوياً بينما في 2011، 2012، 2013 ارتفع العدد أو متوسط العدد سنوياً إلى 58 ألف أي بنسبة 300% وهذا في حال استمراره رح يترك انعكاسات خطيرة على البنية الديمغرافية للشعب اللبناني وفي القسم الثاني من الدراسة قامت الشركة بإحصاء ارتكزت فيه على مجموعة من الأسئلة أبرزها هل تفكر في الهجرة؟ فجاءت النتيجة 35% نعم و65% قالوا كلا وبالحصيلة خلص الأحصاء إلى أن 25% من اللبنانيين يهاجرون و25% ينتظرون التأشيرة عم تشوف إذا فيه هلا لا هي نسبة إذا عم تشوف عندك مليون و300 ألف برة الموجودين هنا 3 مليون وتسعمية يعني 30% عبارة عن مليون مليون وشوي يعني إذا راحوا هاو صار أكتر من نصف الشعب اللبناني برة يعني صار في 3 مليون لبناني برة ومليونين ومئتين ألف جوه هذه خطورتها ليس خطورتها بال35% خطورتها 35% بدوا يفلوا و25% أصلا هني برة صار عندك 55% من اللبنانيين في الخارج هذه هي الخطورة وما أصعب الحياة في لبنان لولا فسحة الأمل سارة خازم فتاة لبنانية أمريكية سارت عكس الأحصاءات منذ خمس سنوات وقررت العمل والإقامة في لبنان فوجئنا بها في غمرة البحث عن مهاجرين أو راغبين في الهجرة رب قائل إن الهجرة ولبنان صنوانة ولا يمكن أن يعيش أحدهما من دون الآخر في قصة حب عبر البحار إلا أن دولة يسافر نصف شعبها عليها أن تعيد النظر في سياساتها أو حتى في وجودها رامز القاضي قناة الجديد إيد بإيد ضوة العيد إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى مطلع العام المقبل والرئيس نبيه بري يؤكد في لقاء الأربعاء النيابي أن المشكلة في أزمة الخلية ويحذر من سرقة الثروات النفطية اختتمت السنة جلساتها الرئاسية على 16 جلسة وجاء هذا الرقم القياسي الجديد في اليوم المائتين للشغور الرئاسي على أن تكون الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس في السابع من الشهر المقبل على أول رقم سبعة من العام الجديد يحمل جديدا رئاسيا فالجلسة هذه جاءت مطابقة لموصفات سابقاتها بحضور 59 نائبا ما أدى إلى رجائها حتى الشهر المقبل لعدم اكتمال النصاب نحن كأوات لبنانية أجوبتنا واضحة بدنا أن نقرر بأسرع وقت وبدنا أن نربطه بأي شيء تاني قد يكون في محاولات لربط أنون الانتخابات بأضايا أخرى النواب المنضويون تحت لواء لقاء الأربعاء النيابي انتقلوا إلى عين التيني حيث غابت الرئاسة وحضر الغاز ونقلوا عن رئيس المجلس النيابي تحذيره من وجود خطر متربس وهو محاولة سرقة ثرواتنا النفطية في حين نحن ما زلنا في دائرة الانتظار المفرغة وأشار بر في هذا المجال إلى ما كشف أخيرا من اتصالات بين اليونان وقبرص وإسرائيل للتعاون في مجال استثمار النفط على حساب حقوق الآخرين وقال علينا البدء بخطوات جدة وعملية للدفاع عن ثروتنا النفطية واستثمارها وإلا فإنني لن أبقى سائكتا ومكتوفة اليدين وعن الحوار بين حزب الله والمستقبل قال بره إنه لا يزال على تفاؤله وإن الأمور سلكة وأمنة قواعد ارتكاس توافق للحوار سائري بالاتجاه الصحيح وبعده متفائل طبعا أنه الحوار ممكن يصير قبل نهاية السنين انطلاقته يعني التأخير هو نتيجة الارتباطات بعض المشاركين وفي قضية العسكريين المخطفين أشار الرئيس بري صراحة إلى أن المشكلة في أزمة الخلية في إشارة إلى خلية الأزمة الوزرية داعيا إلى ابتعاد المدنيين عن التعامل مع هذا الملف رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع أكد أن القوى الخارجية بدأت التحرك من أجل انتخابات الرئاسة تماما كما توقعنا أما عن حوار المستقبل وحزب الله فأيد جعجع أي تصرف يؤدي إلى تخفيف الاحتقان في البلد موضحا أنه إذا تطرق الحوار إلى ملف الرئاسة فأنه سيتطرق إليه من زاوية تسهيل إجراء الاستحقاق لا من زاوية اختيار رئيس مبارح لعماد عون بيوجه لدعوة مرحب فيه من قبله لزيارة الرابية بالزمانات كان يقولوا ابحث عن العلم ولو بالصين أنا والله بقول ابحث عن رئاسة الجمهورية ولو من خلال الرابية أنت ما يفهمني الجنرال غلط ولو من خلال أنا مستعد بأي لحظة من اللحظات مش روح عرابي بس روح عرابي وببرم لبنان كله سوا تعرفوا أماتنا كيف كانوا يعملوا بس كانوا يندروا وكانوا يروحوا حفيانين على المزارات يلي يندروا بمشانها أنا بروح حتى حفيان بس ألا هم يكون في اقتراح جدي يؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية قدوات الاتصال مفتوحة بيننا بين الرابية مفتوحة بشكل يومي على الأسف ما وصلنا لأي نتيجة بس بدي يعرفوا الكل أنه عم ناخد ونعطي ورح ندل ناخد ونعطي وفقا للخطوط العريضة يلي عم بترحها بالوقت الحاضر كيف كانت التجارب الدولية السابقة في التعاطي مع قضايا الخطف تقرير للزميلة رشال كرم هلا نحن منطالب الحكومة بالإسراع فورا لحتى نوقف الاحتقان بالإعدام جمان حميد والأطرش في ظل عدم القدرة على تحرير الجنود الأسرة حتى الآن وإعدام خمسة عسكريين نادى البعض برد الإعدام بإعدام مقابل منطق يراه البعض مبررا للحفاظ على هيبة الدولة ولا ربما لإنقاذ أبناء الدولة منطق قل ما طبق في التاريخ الحديث نفذ في إيران في تشهين الأول عام 2013 عندما نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بـ 16 سجينا ممن تصفهم بالعناصر الإرهابية المسلحة وذلك عقب هجوم أسفر عن مقتل 17 جنديا من قوات حرس الحدود الإيرانية أعدمت السلطات الإيرانية أمس السبت 16 سجينا مرتبطين بجماعات مناهدة لطهران أما في لبنان فهي دولة نظامها ديمقراطي برلماني تحترم مبدأ الفصل بين السلطات هل يصح ذلك؟ أكيد أننا الدولة اللبنانية ما في تعدم تأخذ قرار إعدام لأنه من تاني مال مجموعة إرهابية إعدامية لا بتنفذ عقوبة الإعدام بالمحكوم لأن القضاء اللبناني حكموا إعدام تتحدث مصادر قضائية عن وجود ثلاثة موقفين محكوم عليهم بالإعدام في السجون اللبنانية أما الآخرون فقد حقموا غيابيا باستثناء بعض من صدر بحقهم حكم الإعدام بقضية معينة وينتظرون أحكاما في قضايا أخرى فماذا عنهم؟ المحكمين إعدام خلص ينطبق عليهم موضوع أنه هن محكمين في حكم صادر مبرم صادر عن المحاكم بإعدامهم في عام 2002 اقتحم نحو خمسين شيشانيا مسلحا مسرح موسكو محتجزين ثمانمائة وخمسين رهينة ومطالبين بخروج القوات الروسية من الشيشان وإنهاء الحرب الشيشانية الثانية وبعد يومين ونصف من الحصار ضخت القوات الخاصة الروسية غازا كيميائيا في فتحات التهوئة الخاصة بالمبنى ثم اقتحمته فقتل تسعة وثلاثون من المهاجمين على أيدي القوات الروسية وما لا يقل عن مائة وتسعة وعشرين من الرهائن من بينهم تسعة أجانب وذلك نتيجة الشم أدينت روسيا على نطاق واسع لاستخدامها الغاز السام لكنها أسقطت ورقة الابتزاز التي لوح بها الخاطفون الشيشان بين منطق الاعدام المقابل والمنطق الروسي أين يكمن المنطق اللبناني أم أن لا منطقة سيبقى السائد رشال كرم قناة الجديد بعد 86 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ما زال العالم ساحة مستباحة لانتهاكات الدول والعصابات فهل من يقرأ القوانين وهل من يطبق تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس في العاشر من كنون الأول من عام 48 أقرت الأمم المتحدة أهم وثيقة عالمية هي الأعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة أرست أسسا وقيما دولية تدافع وتصون حرية الإنسان أينما وجد من دون تمييز لا في اللون ولا في الجنس أو العرق أو الانتماء الديني والفكري والاجتماعي بعد 86 عاما على ظهور هذه الوثيقة انتهاكات صارخة بحق الإنسان تمارس يوميا بعضها نفذتها وتنفذها دول منتمية إلى المنظمة الدولية كإسرائيل وبعضها تنفذه جماعات إرهابية مثل داعش والنصرة في سوريا والعراق ولبنان الانتهاكات التي تقوم بها داعش تندرج في إطار جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية اختطاف للنساء والأطفال واسترقاق الحل برأينا أولا لا بد من إعلاء الالتزام بحق الإنسان سواء كان بالنسبة للدول أو للجماعات ما يكون الجميع منتزمين هذه يمكن أن تكون مدخل للنظر أيضا في الأسباب السياسية الأسباب الاجتماعية التي تأدي إلى الاتحاق بهذه المجموعات اختطاف العسكريين اللبنانيين هو انتهاك لحرية الإنسان وللقانون الإنساني الدولي اختطاف الرهين مهما كان هو محظور بالنسبة حسب القانون الإنساني الدولي فقط ودت أن ننبه أن الحرب على الإرهاب أيضا يجب أن تدور أيضا في إطار من احترام لحق الإنسان ولعل الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف 2014 أبرز دليل على ما اقترفته الأياد المعادية للإنسان وحقوقه ما يحدث في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية طبعا هناك خرق للقانون الإنساني الدولي وهناك خرق للقانون حق الإنسان الدولي أيضا في الصيف الماضي مجلس حق الإنسان في اجتماعه في يوليو الماضي أمر بتشكيل أو قرر تشكيل لجنة تحقيق خاصة بغزة القانون الإنساني الدولي ينص على حماية الصحفيين ولكن كم من صحفي استشهد في ساحة العمل وليس آخرهم زميلنا علي شعبان من قناة الجديد وحمز الحاش حسن من الزميلة المنار وسيرينا صحيم من قناة براستيفي الإيرانية القانون الإنساني الدولي ينص صراحة على حماية الصحفيين كما هو الحال بالنسبة لموظفية لغاثة أو غيرهم باعتبار أنهم أشخاص مدنيين في المغامة الأول والمدني لا بد أن يتمتع بحماية استهداف الصحفي معاناة أنك أنت استهدفت الحقيقة أو البحث عن الحقيقة كالصوت الصارخ في برية العالم الحافل بالانتهاكات والعنف وجرائم الحرب تسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إرساء مفاهيم حقوق الإنسان على قاعدة أن لكل مرئ الحق في حياة حرة وكريمة فهل من يسمع وهل من يقرأ؟ دارين دعبوس قناة الجديد في زحل من يرفع معامل الإسمنت السامة في قلب الأحياء السكنية وفيها أيضا من يضيء أنوار العيد ويتبرع ببقية التكليف لشهداء الجيش إضاءة وذينة الميلاد في زحل هذا العام ذهب ريعها إلى ذوي شهداء الجيش لكن المدينة لم تنطفئ وإيد بإيد ضوت العيد للعام الرابع في احتفال أقامته مؤسسة جوزيف طعم سكاف وارتفعت الأنوار لترسم مشهدا بكل الألوان في البولفار والبارك ومستديرة مدخل المدينة وجرى الاحتفال بحضور الأطفال ورجال دين ورئيسي وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات من زحل والبقاع وغلقت رئيسة المؤسسة مريم توقث كاف كلمة انتقدت فيها كل من يعطي الإرهاب شرعة وجود وبعده الإرهاب عم بيكفي مسيرة السرقة والخطف ويتمدد مثل كل شي بها البلد ما كان بيحقق هدفه لو ما استقبلته أصوات بمعاملة حسنة واعتبرته أمر واقع ويا أمات العسكر أنتو اليوم أندي الزحلة يلي ما بينطفي ومنستعيد عن رفع كامل الدينة بتحويل تكاليفة لعيال الشهداء من خلال إيادتهم العسكرية والمبلغ المتبقي من تكاليف الزينة سوف تسلمه سكاف إلى قائد الجيش جون قهوجي لاحقا بعد الإعلان داعش تضرب من الجو مجددا التقى نائب وزير الخارجية الروسي مخايل بوغدانوف في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد وفق ما ذكر تلفزيون الرسمي السوري ونقل بوغدانوف إلى الأسد رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بالعلاقات الثنائية وأطلع بوغدانوف الرئيس الأسد على مجمل اللقاءات التي أجرها أخيرا بهدف تهيئة الظروف الملائمة لوقف الإرهاب في سوريا وأجراء حوار سوري سوري شامل بعيدا من أي تدخلات خارجية في الأردن يوقف الأمن نقل سلاح إلى فلسطين ويترك تدريب مسلحي سوريا تنجح المملكة الهاشمية في إدارة الإرهاب ومراقبته على أراضيها حتى اليوم من دون التنبؤ بما ستكون عليه الحال مستقبلا لسيما أن مدنا كاملة خرجت في تظاهرات تأييدا للنصر وداعش وأن الأردن يحاذي سوريا لناحية درع المفتوحة على الرمثة وكل ما تيسر من تهريب مسقط رأس أبو مصعب الزرقاوي أصبح بلدا تتشح بعض مدنه بالريات السود وتخرج التظاهرات في معان وطفيل والزرقاء والسلط وإربد وصولا أحيانا إلى قلب العاصمة عمان ويقول الخبراء أن مدينة الزرقاء وحدها يتمركز فيها ما يربع على أربعة ألاف من الجهاديين السلفيين ومن هذه المدينة خرج أبو عبد الرحمن الأردني الفلسطيني والتحق بجبهة النصر في سوريا وفي معان ظل أبو سياف أبو محمد الشبلي يستقبل مجموعات ويؤهلها للموت في سوريا وتعج المملكة الأردنية بغيره من أئمة المساجد والدعاة الذين تنافسوا في خلافة الزرقاوي لتفاجأ أن الحكومة الأردنية قد عينت بعضهم بقرار رسمي فيما تعتقل منظر التيار السلفي عصام البرقاوي ونائب المراقب العام للإخوان زكي بني أرشيد يلعب الأردن ورقتين مع الإسلاميين فيغض الطرف من جهة ويوقف من جهة أخرى وآخرهم القوافل تلك التي كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة عندما ضبطوا واحد وثلاثون شخصا من الإخوان يهربون أسلحة للفلسطينيين وفي المقابل نجد نحو ألفين عنصر من المقاتلين الإرهابيين قد تدربوا في قاعدة أمريكية في الأردن ثم التحقوا بالجولان فتى لابيب قبل أن تنطلق مجموعات منهم إلى عرعر فتبوك في السعودية النسيج الإخواني واحد المتوجه إلى فلسطين يجري توقيفه أما الذي وجهته التخريب في سوريا والسعودية بعد التدريب في إسرائيل فلا يجري القبض على أي منهم يسرحون ويمرحون بكل حرية ولاية حلب في داعش تنشر فيديو عن عمليات في كوباني نشر المكتب الإعلامي لولاية حلب في تنظيم داعش فيديو جديداً صورة بطريقة هوليوودية استخدمت فيه آخر تقنيات تصوير عبر الطائرات من دون طيار وفي الفيديو الجديد تظهر مشاهد جوية الدمار الهائل الذي حل بمدينة عين العرب كوباني من جراء القتال الدائري فيها وظهر أيضاً تحرك مقاتلي تنظيم في داخل المدينة وتبادله من نيران في اشتباك مع القوات الكردية التي تحاول تحرير المدينة من عناصره نبقى الآن مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 11 كنون الأول 2014 البداية من جريدة النهار النواب الفرنسيون وسلام إحاطة دافئة وقلقة حوار منابر يراوح بين الرابي ومعراب ننتقل إلى جريدة السفير وعنونة هذه قصة حق الكريش وهكذا خسر لبنان السوقين المصرية والأردنية الثروة النفطية المهملة كماء إسرائيل في البحر إلى جريدة الأخبار والعنوان الرئيس الداتا تسجل اتصالات بين أحميدي وسامي عيسى مروان في الشبكة وصورة الغلاف هذا ما جناه عباس ولمواطن فلسطيني يحمل صورة الشهيد زياد أبو عين إلى جريدة الأنوار وعنونة الحريري الحكومة مسؤولة عن إنهاء الحصار المفروض على عرسال سلام يطالب في باريس بتسليم لبنان مروحيات وصواريخ إلى جريدة الديار والعنوان الأساس استياء مسيحي شامل من الحوار السني الشيعي بالرئاسة وبري سالك وآمن عون وجعجع وافقا على اللقاء قريبا والاتصالات بدأت لتحديد الموعد والمكان تباين بين بري وجمبلات بملف العسكريين وسحب المسلحين عن طريق عرسال البزالية إلى عنوان جريدة المستقبل حميدي يروي وقائع زيارة نصر الله لسؤاله عن دور حزب الله في استهدافه الاستجواب المضاد زوبعة في فنجان إلى جريدة البناء والمنشات الأساسي بوتين يعقد قمتين مع الأسد ورحاني قبل لقاء أوباما في الربيع نتنياهو يذهب للانتخابات بنيران مشتعل في فلسطين والمنطقة سلام لتسليح الجيش وتنسيق دولي مع دول المنطقة وأبو فعور لسقوط محذورات المقايضة وأيضا في البناء ضريف الإرهاب في المنطقة يؤمن مصالح دول إقليمية وغربية بوكدانوف يبحث في دمشق أفكارا روسية لحل الأزمة السورية إلى جريدة اللواء صدمة جيرو انسداد أفق الرئاسة بسبب إصرار حزب الله على عون سلام متفائل بتسليح الجيش بعد توقيع الهبة السعودية والحجيري يرحب بمطالبة الحريري فك الحصار عن عرسال إلى جريدة البلد الجلسة 17 إلى العام 2015 وبكركي تنشط على خط الموارنة جريدة الجمهورية حركة المفادين تنعش الاستحقاق وفي صورة الجمهورية فضيحة مدوية في البردوني إلى جريدة الحياة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بالتحقيق في موت رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستطان إسرائيل تخنق أبو عين أخيرا إلى جريدة الشرق الأوسط وزير الداخلية للشرق الأوسط العمل الجماعي مطلوب الكويت دول الخليج تدرس قوائم الإرهاب السعودية والإماراتية لتعميمها السفير نقلي قال إن مقرها في المنطقة الخضراء وزارة الخارجية السعودية للشرق الأوسط وفد إلى بغداد قريبا لاختيار موقع السفارة في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين وكان في العنوين عدو الجدار ونصير زيتون فلسطين زياد أبو عين شهيدا طلع على ذف فروج فاسد هاتف أحميدي نجم المحكمة أعتقدت أن سيد أحميدي قال أن بطاقة السم قد تدمرت في الانفجار شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة